مرحبا عندي احسب كل شاب من الشاب سدكت بنبتدي اول حاجة بالسكوير طبعا احنا عارفين ان الارائة طب ازاي احسب الاريا او الاريه اس باور تو اريا او اس باور تو طيب لو انا عندي الاريه وعايز احسب الاريه احسبه ازاي؟ احسبه ازاي؟ المتجد من الاريا ، عكس البر أهود ال doomed يقدم قرارة سيكون بس بقى أس فيها ويكون أكدر برده أحفظه ليس باعدد عايز أحسب البرامتر س يكون أس بايفور عايز أحسب سيكون السيديلينز يكون سيكون بقى أس فيها 4 نأخذ كده مثلت تطبيق على مشهات نقر واحد سيكون سيديلينز يكون السيديلينزماً لا يكون السيديلينزماً then its area equals what عايزني احسب الارية يبقى الكلام سهل جدا اسأل نفسي هي الارية of square equal عن طريق السايد لينس اقول ايه اقول s power 2 طيب السايد لينس جاهز عندي ولا محتاج اجيبه لا جاهز اهو حطينا تحتي خط وقدمنا ادي الاس يبقى ده بكام ب5 يبقى 5 power 2 equal 25 cm a square ادي اول حاجة حسبناها اللي هي الارية طيب تاني طلب عندي اس برامتر عايزني احسب البرامتر يبقى اكتب رول بتاعتي البرامتر equal اس باي 4 واسأل نفسي هل السايد لينس جاهز ولا محتاج اجيبه لا هو جاهز كده كده هو 5 زي ما حسبناه في الارية يبقى 5 باي 4 equal 20 cm يبقى هنا البرامتر اتحسب ب20 cm طيب لو هو ادي الارية او البرامتر في مسألة اعمل ايه تعالى نشوفوا الاجزامبل اللي جاي بيقول لي برضو اسكوير whose area 36 الارية يعني 36 ديت مش سايد لينس لا دي اريا طيب بعد كده then it's parameter equal a هو هنا طالب مني البرامتر اسأل نفسي هو البرامتر equal a parameter of square equal is by 4 طيب هل السايد لينس جاهز عندي ولا محتاج اجيبه لا المرات دي هو مش جاهز لان 36 ماقدرش عوض بيها دي بتاعة الارية يبقى لازم اول خطوة احسب مين احسب السايد لينس يبقى السايد لينس of square equal عن طريق الارية هاخد root of area يبقى هقول root of 36 which equal 6 cm طيب بعد ما حسبت السايد لينس ويجهزته ارجع بعد كده بقى احسب البرامتر عادي خالص هقول البرامتر equal s by 4 يعني هقول 6 by 4 which equal 24 cm يبقى كده البرامتر equal a 24 cm يبقى اول ما اجيب لي اي مسألة بنقراها كويس نحدد الشيء اللي انا بشتغل عليه كمان بحدد الجيفن اللي هو مدهولي وبعد كده اروح لريكوارد طب انت عايز ايه عايز البرامتر طب هي رول بتاعتنا s by 4 ال s مش جاهزة اروح اجهزها من الاريا وبعد كده ارجع احسب البرامتر بتاعنا طيب نيجي بعد كده نتكلم على example نشوف example 3 بيقول a square a square whose parameter 28 cm then its area equal a يبقى هنا جايب للمين جايب للبرامتر وطالب من a الاريا طب الاريا of square equal a equal s power 2 اسأل نفسي هل side lens جاهز عندي في المسألة لا هو مش مديني side lens وما مديني من البرامتر طب مدوني ليه عشان اروح الاول احسب side lens وبعد كده اجيب الاريا طيب من اللي يقول side lens equal ايه ازاي انا عندي البرامتر ازاي طالب side lens احنا لسا اغدين من شوية من البصمة الاريول ديت احنا اساسا اغدينها من زمان بس احنا بنراجع عليها يبقى البرامتر البرامتر of square equal قولنا s by 4 قولنا الترايانجل بقى ديت بي ايه بي جمع لي في الروز اللي تحساب البرامتر عايز side equal 28 over 4 which equal 7 centimeter يبقى معنى الكلام ده ان side lense 7 ارجع بعد اعوض يبقى 7 power 2 which equal 49 centimeter square 49 49 centimeter square طيب نجي بعد كده لرول 2 رول 2 بتقول لك احنا نقدر نحسب الاريا of square بس بطريقة تانية ازاي by giving a c diagonal ادي الاريا الاريا طب هي الاريا the square ما لهم or equals or equals in lense وكمان berbent nickel وكمان by six بس الكلام ده كله احنا مش عايزين احنا عايزين حياتة انهم equal in lense يبقى دلوقتي هقول الاريا equal half d power 2 اي اي الفرق ما بين الرول دي ورول الاريا عن طريق الاريا قلنا s power 2 على طول لكن هنا لازم نحط half half d power 2 طيب لو انا بقى ادي لك الاريا وعايز بقى احسب ال diagonal ازاي اجيبو او او احنا انت لسه من شوية بتقولي اي اريا في مسألة لازم اخد لها root تمام بس هنا هاخد root بس مش الاريا هاخد root two area two by area لان انا لو اخدت الاريا بس انت كده بتطلع مين بتطلع side lens لكن انا عشان اطلع ال diagonal الفرق الوحيد ان انا بجيب root double of area root دع في الاريا تمام كده يعني اشوف الاريا بكام واملها بيتو وارجع ااخد الارت طبعا الخليتر بتخلص الكلام ده لكن انا انا بوضح لك الفرق ما بين الرول ديت ورول التاني يبقى فيه فرقين احنا قلنا ان الاريا equal s bar two ده في حالة side lens لكن في حالة diagonal نحط half dbar two طيب ازاي احسب side lens من الاريا بقول side length equal root area لكن هنا بقول diagonal root a square whose diagonal lens is six centimeter هنا مدين مين مدين الدياجونal then it's area equal ايه يبقى هنا مدين d وعايز a الاريا يبقى هقول ان القعدة ادي الاريا of square عن طريق مين عن طريق الدياجونal بتقول ايه بتقول half half d power two يعني half multiply by الدياجونal بكام يا جماعة المسألة six يبقى six ده بكام بيتين بيتين سنتيمتر كده يبقى احنا قدرنا نحسب من الاريا سنتيمتر square طيب كده تمام ننجي بعد كده لالإجزامبل اللي وراء بيقول لي a square whose area fifty سنتيمتر square يبقى كده ال fifty ده area مش side ولا parameter then is diagonal equal ايه طيب انت عايز الدياجونal من area الدياجونal equal root double of area او two area يعني root two multiply by الاريا بكام الاريا عندنا fifty يبقى two by fifty which equal root one hundred equals ten سنتيمتر طيب تمام نلجي بعد كده نمسح بقى كل اللي احنا كتبنا ده يبقى دلوقتي انا عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة جدا لو انا عندي الاريا وعايز side بجيب root الاريا لو عندي الاريا وعايز الدياجونال بجيب root double of area كلام ده مهم جدا 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 طيب نيجي بعد كده الميل لي الرمبوس كده خلاص خلصنا square بالتوروز بتوع نيجي للرمبوس برضو الرمبوس عندي two rule واحدة بتحسيب الاريا عن طريق side lens والتانية بتحسيب الاريا عن طريق الدياجونال طيب في حالة side lens بقى بنقول ايه بقى طيب هو side lens اصلا في الرمبوس امالهم يبقى are equal in lens طيب يبقى انا هنا هقول area of rumpus equal side by height لا يبقى هنا في height الهيط يبقى مسلا ادي side و ادي height اهو بيبقى برمبوس بندكلر عليها زي من زي الاريا زي الاريا of mean of perillogram area of perillogram based by height يبقى هنا اقول side by height طيب لو انا عايز احسب side lens اعمل ايه بقول ايه بعملها بدفايد بعكس الكلام بarea over height ولو انا عايز height هقول area over mean side lens كلام ده كله 3 lords دولت ممكن نحفظهم عن طريق triangle ده ادي area of rumpus equal هحط تحت حاجتين هنحط مرة side ومرة height يبقى حضرتك لو عايز تجيب side length من الاريا يبقى هقسم اللي فوق على اللي تحت area over height اما لو عايز اجيب height وعند area side lens يبقى area divided من side lens يبقى 3 rules دولت ادي 1 2 3 3 احفاظ احفاظ من طريق triangle ده اللي اجمع فيه rule وكمان rules التانية اللي بتخرج منه تمام احفاظ فانت هين عايزني احسب الاريا هطبق القاعدة بتاعتنا طب هي الاريا اوف رامبس ايه من اللي يقول لي اه اس باي هايت شاطرين اس باي هايت في ناس بتقول معي دي اهم حاجة ان انت تقولي كلام على لسانك عشان تردد ويه اه تثبت المعلومة يبقى هنا اريا اوف سكوار اريا اوف رامبس ايكوال اس باي هايت طيب الصيد بكما عندنا بفايل وانزل الفايف ملتبلاي باي الهايت اللي هو ثري ثري باي فايف ايكوالز ففتين سنتيمتر سكوار كده الصيد والهايت جاهزين اعوض اطلع ريزلت طيب لنفرد ان انت مديني الاريا ومديني الصيد والهايت وطالب مني الناقص في المسألة اعملي تعالوا نشوف المسألة بتاعتنا بيقول لي ارامبس اهوت هوز اريا اتين سنتيمتر سكوار يبقى الاتين ده بتاع الاريا and it's side lens 6 سنتيمتر انت هنا مديني ده side lens بقام ب6 طيب طالب مني ايه بيقول لي then it's height equal ايه يبقى بارجع لمين بنرجع للتراينجل ده عايز مني الهايت او يبقى هعمليه نجيب الاريا واسمه على مين على الهيط الاريا ديفايد من السايد يبقى هنا هقول له الهيط equal area over السايد الاريا اللي هي اتين over السايد lens اللي هو ال6 اتين ديفايد 6 equals 3 سنتيمتر طيب انا در بقى الرول اللي هي ازاي احسب الاريا اوف رامبوس عن طريقه ده يا جونالز بقى هعمل ايه قالك دي شبه مين بتفكرنا بالاريا اوف سكوير كونا بنقول الاريا اوف سكوير ايقوال هاف دي باور تو طيب هنا بقى تو ده يا جونالز هل هم ايقوال زي السكوير طبعا لا هم مختلفين عشان كده بنخلي واحد دي وان والتاني دي تو يبقى هنا بنقول للاريا ايقوال هاف باي دي وان باي دي تو يعني هاف برودكت اوف تو دي اونالز هاف برودكت اوف تو دي اونالز طيب هل في اه مسألة ممكن يجيبلي في مسألة ايريا ودي اونال منهم ويطلب مني التاني ايوة ممكن يجيبلك طب في الحالة دي بعمل ايه؟ في الحالة دي بحفظ الرولز عن طريق التراينجل ده هقول كده ان الاريا اوف رامبس ايقوال هاف ننازل تحت التلات حاجات الهاف والدي وان وكمان الدي تو وبعدين اشوف انتاعز من دي اجونال يبقى هاجيب الاريا حاجتين دفايدي الحاف ودفايدي د دي اون ده كل حتى اجيب من دي اجونال الثاني تعالي نشوف اجامبلز على الفكرة دي او الرول دي ات يبقى مهمة جدا وانا بقرأ المسألة ان انا احط خطة تحت الشيب وكمان احط خطة تحت الحاجة اللي هو جيبها لي علشان هو ده اللي هيحدد اشتغل بأنهي رول. كمان حاجة اساسية جدا ان انا ابقى احافظ الغواعي بتاعتي كويس جدا. بيقول لي ايه بيقول لي هنا. الخطة تقم بيكون youtuberو Ung protesto. ہے دة احافظ دة احافظة دات احافظه دة احافظة دة احافظة ir Everything It's Area equals What طيب اسأل نفسي ها ال Assistance هنا الخطة Aqui 경우 embarazة احافظة احافظة دة وار تو ها قول لي بيسم اللي يفسدا اسذا لها تقم ب Though u يبقى هنا هقول ايه هقول half by d1 by d2 يعني هقول هنا half by diagonal 1 اللي هو cam اللي هو 6 by diagonal 2 اللي هو 8 يبقى equals cam 24 سنتيمتر يبقى حافظت القاعدة وطبقتها اعوض اقتلها result يبقى انا كده خلصت المسألة واحد يقول لي مثباس ما انت نسيتي الارية بالسنتيمتر سكوار اقول له برافو عليك كده انت مركز معي اي ارية لازم تبقى بالسنتيمتر سكوار طيب طبعا ممكن تبقى بالمتر يبقى متر سكوار ممكن تبقى بالملي متر ملي متر سكوار طيب نيجي بعد كده ليه the next one لو انا بقى اديتك الارية وديتك one of two دياجونالي ستقدر تطلع لي الدياجونالي الثاني تحسبولي بكم ايوه ازاي هتطبق التريانجل واحد ماشي اي مسألة بالتريانجل بيسهل عليه حفظ رول كتير اوي لان التريانجل هو بيوضح لنا انا هعمل باي ولا يعني انا بكتب مرة واحدة وبعد كده بشوف انت مديني ايه وعايز ايه شوف الحاجة اللي عايزها لو انت عايز حاجة من تحت يبقى انا هعمل لو انت عايز اللي فوق يبقى انا هعمل يبقى ادي هنا هاف قلنا نحطي تحت كم حاجة تلات حاجات ادي الهاف وادي دي وان وبعد كده هحطي من دي تو مسألة بتاعتنا انا بتقول لي ارامبس خلي بالك هوز اريا 15 سنتيمتر سكوار يبقى انت كده مديني مين مديني الاريا and the length of one of each diagonals 10 سنتيمتر يبقى انت كده مديني مين بيسميها وليكن دي 1 then the other diagonal يبقى انا كده عايز دي 2 equals the a نروح للتريانجل صاحبنا ده اللي بيساعدنا في حل المسألة هقوله كده دي 2 equal دي 2 equal هجيب الاريا هي over half by diagonal اللي عندي اللي هو مين اللي هو دي 1 يعني equals الاريا عندنا بكام بي 15 over half by diagonal 1 اللي هو 10 يبقى half by 10 5 15 divided 5 3 سنتيمتر طيب يبقى ايزا الرمبس لي 2 rules واحدة بالstyle length بقول اس باي height وبنحطها في تريانجل عشان اقدر اطلع منها اي طلب تاني هو عايزه وبردو الرول التانية عن طريق الدياجونالز وبردو بحط الرول بتاعتي في تريانجل عشان اقدر اطلع لو انت عايز الاريا هيبقى سهلة علي قدامي لو انت عايز الدياجونال هعمل divided وهطلع برضو الريزلت بتاعتي طيب نيجي بعد كده لالترابي الترابيزيام لازم ناخد بالنا من شكله وكمان اه في بعض الاسبيشيال كيزز في ايه هو تعريف الترابيزيام عبارة عن اكوادري لاترال يعني اي شيء مكاوم من فور سايز ادي مسلا هنا وان تو سري فور ادي وان ادي تو ادي ثري ادي فور وبعدين بيقولك only two opposite sides are parallel يعني في تو سايز بس برل غير البرالي وغير السكوار وكل الرامبس وكلام ده في كل الاشكال اللي فاتت كونو نقول ايه ايتش تو اوزى السايز اوار برل لكن الترابيزيام ما عندوش غير تو بس ما بقولش ايتش خالص بول تو طبعا احنا عايزين نعرف الاريا لكن انت جايبالي الاسبيشيال كيس بتاعتو ليه لان دي المعلومات الجديدة اللي عليك السنة دي بيقولك ان انا عندي سبيشيال كيس واحد اسمه رايت ترابيزيام والتاني اسمه ايسوسيلس ترابيزيام عامل زي كده ايسوسيلس ايه تراينجل المهم ما له الرايت رايت دي يعني يعني في عندي انجل بكام بنيت دي طيب فهو دلوقتي عندي 2 انجل بنيت ديúsica انت لما فيه مفاهر يبقى عندي 2 انترير سابلي مانتري فلا واحدة نانتي بتانية بالنينتي بس كده يبقى الرايت ترابيزيوم عبارة عن ايه? عبارة ان انا عندي 2 انجل بنيت وعشان كده هو اسمه رايت ترابيزيام طب نيجي بقى للنوع التاني اسمه ايه ايسوسيلس ترابيزيام ما له بقى إيسوسلس ده وليه اسمه إيسوسلس معروف أن في الإيسوسلس تريانجل فيه two sides are equal in length برضو في الإيسوسلس ترابيزيوم عندي two other sides اللي هو من الجنب دولة are equal in length فعشان كده سمينا إيه إيسوسلس ترابيزيوم طيب أمه للأنجلز اللي هنا واللي هنا دي بنسميها إيه بنسميها two base angles بس هم الحقيقة مش اتنين بس ده هم اتنين من تحت واتنين من فوق طيب إيه علاقتهم بقى بقى بعض لك فيه ملاحظتين مهمين جدا ملاحظة القرنية in isosلس ترابيزيوم the two base angles are equal in measure are equal in measure يعني مثلا لو واحدة سيكستي يبقى التانية هتبقى لتحت لقصادها برضو بإيه بسيكستي طيب مثلا لو اللي فوق دي 120 ديجري يبقى لازم اللي جنبها تبقى 120 ديجري تمام كده يبقى two base angles of isosلس ترابيزيوم or equal in measure دي حاجة التانية بنتكلم فيها على two diagonals diagonals ما لها في isosلس ترابيزيوم خلي بالكم انا بتكلم على نوع محدد مش بتكلم بشكل عام طيب two diagonals ما لهم في الترابيزيوم قالك في isosلس ترابيزيوم قالك equal in length يبقى two diagonals in isosلس ترابيزيوم لازم يبقى ايه equal in length وبس على كده نيجي بعد كده بقى نشوف الرول بتاعتنا اللي بتحسب لي area of ترابيزيوم طبعا انا هنا خلي بالك الشيب الوحيد اللي فيه اللي انا هشتغل على البازيز بتاعته الترابيزيوم يعني انا عندي two basis واحدة فوق واحدة تحته مختلفين لكن الباقي كانوا ايه قد بعض طيب يبقى دي الملاحظات بتاعتنا اللي احنا لسه اللي نعمل شوية مش هكررها تاني انا هدخل على طول على area area of trabeziيوم قالك البيزي اللي فوق دي بنسميها b1 والبيزي اللي تحت بسميها b2 كمان في حاجة اسمها middle base اللي هي base بتبقى middle middle يعني في النص في نص الترابيزيوم بالشكل ده وبتقسم لي two size ده 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 والجزء ده المفروض يبقى ده الجزء ده تمام طيب الميدل base بقى ديت اللي هي بي ديت ما لها قالك في two rules واحدة بتحسب الارية عن طريق الـ بي وان وبي تو والتانية بتحسب لي الارية عن طريق الميدل بي طيب هل هنا في هايت زي من البيزي اللي فوق نازل على البيزي اللي تحت عام 90 ديجري تمام ده من ده ده عمنا الـ هايت طيب يبقى انا عايز احسب الارية قلنا الارية equal الارية of trabezium equal half half بقى كده في bracket وبراكت ده في plus وبرابال يبقى half some طيب some مين مجموعة من two bases b1 طبعا الهايت صاحبنا اللي برة اللي لقناه في الاري يبقى هنا area of trabezium equal half some by a by height طيب واحد يقول ايه هي ما بين الـ وما بين الميدل بيز ديت قال لك الميدل بيز الميدل بيز عندنا اللي هي ايه اللي بقى قال لك دي عبارة عن half b1 plus b2 يبقى الميدل بيز هي بتتوسط التو بيز او بتتوسط الترابيزيوم فهي عبارة عن ايه half مجموعة ال two bases the two parallel bases اكدنا بالضبط احنا ايه اكدنا احنا بالضبط قلنا البرت الاولي ده كله الهال بي البركت ده كده عبارة عن الميدل بيز قال لي خلص يبقى انا ممكن استنتج رول تانية اقول كده ان الاريا equal middle base على طول بقى مناشيل البرت الاولين ده كله ونزل الهاي الزهيم هو طيب فيس بقى سؤال هل ممكن ان انا اجمع كل رولز ديت في ترينجل واحد ايوة ممكن اجمعها في ترينجل واحد طيب ازاي هعمله بالشكل ده ادي اهو حط هنا الاريا ونيجي هنا نعمل الشكل ده ادي هنا الهي وحط هنا هوف بي وان بلاس بي تو طيب ممكن كمان اعمل شرطة كده واكتب مين واكتب ميدل بي وكتب هنا مين ميدل بي طيب يعني ايه الكلام ده يعني لو هو دلوقتي عايزني احسب الاريا ومديني تو برا البي زي بقى انا هشتغل الرول الاولية هوف بي وان بلاس بي تو باي الهايت اما لو مديني الميدل بي يبقى انا هشتغل على اللي تحت هقول ميدل باي هايت على طول تمام يبقى انا هنا جمعت لك كل التور في الترينجل ده مع ملاحظة ايه مز باسم اللي حضرك عامنا ده يعني ايه بي وان بلس بي تو تحت ميدل بي يعني لو يبقى ده مليش دعوة بي خالص وهركز على مين الميدل بي باي الهايت على طول واشوف هعمل ايه عايز تفسر مهم الاتنين في كل واحد فيهم في ترينجل عشان ما نطلخ بطش طيب ماشي ممكن اعمل كده اهو ادي هنا الارياء وهكتب هنا الميدل بي وهنا هكتب مين الهايت ادي واحدة او تاني بقى هقول ادي الاريا وادي هنا هاف بي وان بلاس بي تو باي الهايت فيه الناس تقولك انا بيريحني قوي ان انا نقسمها لتو ترينجل عشان خاطر مطلخ بطش برضو زي ما تحب طيب دلوقتي بقى عايز ناخد ونشوف ازاي نتعامل مع الرو ادى ان اجيب ورقة وقلم وابتدي ان انا اسمع مع نفسي رولز دا واكتب اول حاجة سكوير واجمع كل الرولز اللي هي مرتبطة به بعد كده اكتب مثلا الرمبس وجمع رولز بتاعتنا اكتب الترابيزيوم وجمع رولز بتاعتي طيب مهمة جدا التطبيب بعد الحافظ اطبق بيقول لي ايه بيقول لي اكزامبل اكزامبل وان اطرابيزيوم هوت هنا مديني ترابيزيوم whose parallel pieces are 2 and 6 يبقى اول واحدة بي 1 وتاني بيزة سميها بي 2 and its height is 5 هنا مديني الهيض بي 5 يبدا كده طيب المطلوب مني المطلوب مني then its area equals عايزني احسب الاريا طيب طب نسأل نفسينا هي الاريا of ترابيزيوم equal عن طريق بي 1 وبي 2 بنحط الهيض الاول وبعدين بنزل بي 1 plus بي 2 بجيب الصن بتاعها بعد كده باي من باي الهيض بعد كده باي الهيض حطينا الروز صح نبتدي نعوض طب البي 1 بكام بي 2 طب البي 2 بكام ب6 طيب كل الكلام الهيض بكام ب5 يبقى في الاخر هلاقيها ب20 سنتيمتر سكوار طيب نجي لنكست لو انت ادتني الاريا of ترابيزيوم ودتني 2 بي بي 1 بلاس بي 2 بعد كده هنا باي من باي الهيض باي الهيض ادي اهو ادي الاريا وهنا بقول half بي 1 بلاس بي 2 بعد كده هنا في مين في الهيض هنا في مين في الهيض طيب 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 مدين انا سؤال بي اترابيزيوم هوز اريا 15 سنتيمتر سكوار يبقى مين دا الاريا طيب جميل او ادتني الانس اف 2 parallel pieces 7 بادي كده بي 1 and 3 بادي كده بي 2 ثم اهو 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 بي 1 بلاس بي 2 طيب الاريا بكام ب50 طيب البي 1 بكام ب7 واحدة 7 والتانية ب3 ببصد ببصد سنتيمتر ثم نقل لي number 3 بيقول لي الترابيزيوم هوز length of middle base مديني ترابيزيوم مديني length of middle base بي 7 عندكده مديني المديني المديني الام b middle base and its height its height become 5 عندكده مديني h 5 عايز الاريا جميل جدا يبقى area of trabezium في الحالة دي هقول middle base by height يعني هقول 7 by 10 7 by 5 equals 35 centimeter square سهلة number 4 بيقول لي اترابيزيوم اترابيزيوم هو 2 parallel bases 3 يبقى ب1 و5 ب2 عايز ايه بقى then it's middle base عايز middle base equal what طب ما احنا خدنا كاعدة تحسيب middle base بتقول لي ايه بتقول لي half b1 plus b2 بس بقى من غير height لو انت زودت height يبقى انت كده تحسيب area واصلا ما عنديش height وما فيش area يبقى انا هقفل حد هنا نبدأ نعود base 1 become b3 base 2 become b5 طيب كل الكلام ده بكام هيطلع لي before centimeter متر في الاخر طيب جميل وبعدين هم حاجة زي ما احنا قلنا وانت بتقرأ تحط خطة تحت الشيب وتحط خطة تحت اللي موجودة علشان تعرف هو مديني ايه وعايز مني ايه بعد كده اشوف المطلوب من المسألة واشوف القعدة المناسبة لها ايه يا رول المناسبة لان انا لسه ايلم من في البداية خالص ان انا عندي ايه كل شيب لي دلوقتي بقى في هومورك في عندنا من اسهل ما يمكن بس انا حبيت ان انا اجيبه لكم بحيس ان احنا نشوف فهمنا اللي سن ده ولا لا يريد تعملوه وتبعته لي على ال ال او الخاص وانا اصحح لكم وانت عملت شكرا وياريت الناس تهتم بالحاجات الفيديوهات والتعب اللي احنا بنتعب فيه عشان خاطر ان شاء الله ربنا يوفقنا السنة اللي جاء ان شاء الله لنهاية بتبقى مبنية على اللي احنا بناخده السنة دي سنة مهمة جدا الماثر فيها بيبقى مبني على بعضه فلو سمحتم يعني نشد حالنا شوية ونبتدي ان احنا نشتغل ونتعامل مع الاسلوب الجديد اللي احنا ما فيش قدامنا غيره وربنا ان شاء الله يعدي الايام دي على خير وان شاء الله لحي ترجع لطبيعتها شكرا وقابلكم ان شاء الله في اللي سن اللي جاي